أخوان من المواقع القيادية في الدولة تبي تطردين كل من ينتمي كل من تختلفين معا سياسيا ينتمي الأخوان مسلمين تبي تطردين من الدولة لا طبعا مجرد اختلاف سياسي بينك وبينهم تبي تطردينهم لا أنت قلتها كلامك اي انا لما اختلف معاك سياسيا لا اقصيك تبي تطردينهم شو دخل اكمل عفون انا أكون مستمع جيدة معاك واحترم الرأي والرأي الاخر لكن لما ما يكون رأي سياسي يكون التوجه إلى السيطرة وشل الدولة واستخدام مواردها انها عشان تنفع الأغراض الخاصة بحزب الأخوان هنا انا اصير شوكة بالعومة وهني اوقف بويها وهني اقول لي اذا كنت رأس افعى انا فتتك وقطعتها وقرمتها لسبب لأنه اذا استغلال احنا شنو عندنا يا ابو عزيز عندنا مصدر واحد النفط واذا تم السيطرة على الكي كامبنز بهذه الطريقة من قبل الاخوان في المناصب القيادية لا طبنا ولا قد الشر تصريح الأمين العام للحركة الدستورية دكتور ناصر الصانع الادعاءة الباطلة التي تنال من شرف رموز الحركة لا تعكس إلا الأزمة التي يعيشها أصحاب هذه الادعاءة رموز الحركة والنوابها يكفيهم فخرا أن يتوشحوا بوسام ثقة الشعب ودعمها أنت يعني وحدة من الشخصيات اللي دائما ما تنتقد الحركة الدستورية الإسلامية بالكويت وتنال من بعض رموزنا عندما يتأثر ويلمس شعر من كيان الكويت وأمنها ناس مثل هذيلة أدوس بالأموم من اللي يداء من اللي يلمس شعر من الكويت أنت تقولين شيذي وهم قاعد يقولون في كل تصريحاتهم في كل تصريحاتهم لا 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 هنكون واقعين في كل تصريحاتهم هنأكد على التمسك بالنظام الديمقراطي ليش سلتك طول من إجاباتي تقولي اختصري انتبعت التهمينهم انتبعت تهمينهم انتبعت تهمينهم بعد قولت عن ناس ضربت في كيان وطنك انتبعت تهمينهم ويا دخلية إماراتية بشهادة وزير داخلية إماراتي شجاع شعلينا فيه لا قال عندكم شخصيات 12 من حزب الإخوان عندكم وين محك الكلمة يا رد الوزير قال للوزير في الكتاب لا يوجد لدينا حزب للإخوان قال ما قلنا حزب لنالكم خلية تمول لا قال لي يا يتك في الكلام لما أنا أقول أشوفهم يضربون في كيان وطن ونوايا سيئة أن تحويل الكويت إلى بنك مركزي لتمويل مرشد مصر اللي تبهذة للحين وتفتت اهني أنا أوقف بيه الإخوان أنا ماكو شيء يقدر يثير غضبي إلا اللي يلمس الكويت ويلمس أمنها ويملس أسرة الحاكمة ويلمس ولاء الكويتين ويشكك فيه أحطي يدي برقبته ما شككه اللي صار اللي صار شككه شككه في أبناء وطن في مجلسهم والنفاع شككه في ولاءهم شككه في مواطنتهم واحد مثل هذا اللي قلت عنا اسمه ما ينزل مقالاته ويقول إن الكويتين غير شرفاء اللي كانوا أعضاء منو أنت اللي تحكم على الكويتين غير شرفاء اللي كانوا في مجلس 2012 شي مونهم جد ما يستهي ما أنتو هم من نفس الشيء ما قسرت وهم قلتوا كلام إحنا ما نقول مثلهم إحنا ما نضرب العداة للأخوان العداة للأخوان ونوديها الجهات ونضرب في بلد تبين تقصينهم من قيادات الدولة أنا تستمين عيلا لا 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 أرجوك أرجوك أي شيء يضرب كيام بلدك هنيتو غفله وتتصداله وما تشوف لما الاعتراف يعلي طول بعمر الشيخ خليفة في الإمارات وهالزع بن زايد اللي فتحوا عيوننا وكاهي اصدرت الأحكام اليوم واثبتت وياي الحق هال 12 واحد اللي رسموا ضد كيان وطن ونظام دولة وضرب للأسف وإن شاء الله ما يكون يستمع